من وصايا الآباء للأبناء قال أكثم بن صيفي يوصي بنيه يا بني قد أتت علي مئتا سنة وإني مزودكم من نفسي عليكم بالبر فإنه ينمي العدد وكفوا ألسنتكم فإن مقتل الرجل بين فكيه إن قول الحق لم يدع لي صديقا وأنه لا ينفع من الجزع التبكي ولا مما هو واقع التوقي وفي طلب المعالي يكون الغرر الاقتصاد في السعي أبقى للجمال ومن لا يأس على ما فاته ودع بدنه ومن قنع بما هو فيه قرت عينه التقدم قبل التندم أن أصبح عند رأس الأمر أحب إلي من أن أصبح عند ذنبه لم يهلك من مالك ما وعظك ويل لعالم أمر من جاهله الوحشة ذهاب الأعلام ويتشابه الأمر إذا أقبل فإذا أدبر عرفه الأحمق والكيس البطر عند الرخاء حمق والجزع عند النازلة آفة التجمل ولا تجيبوا فيما لا تسألون عنه ولا تضحكوا مما لا يضحك منه تناءوا في الديار لا تباغضوا فإن من يجتمع يتقعقع عمده ولقد رأيت جبلا مطلا تزايله حجارته ولقد رأيته أملس ما فيه صدع ولنعم له للحرة المغزل وأحمق الحمق الفجور وحيلة ملا حيلة له الصبر إن كنت نافعي فوري عني عينك إن تعش ترى ما لم ترى فقد أقر صامت المكثار كحاطب ليل لا تبولوا على أكمه ولا تفشوا سرا إلى أمه من لم يرجو إلا ما هو مستوجب له كان قمنا أن يدرك حاجته لا تمنعنكم مساوئ رجل من ذكر محاسنه ومن وصايا لقمان الحكيم لابنه يا بني من يصحب صاحب السوء لا يسلم ومن يدخل مدخل السوء يتهم ومن لا يملك لسانه يندم يا بني ازحم العلماء بركبتيك ولا تجادلهم فيمقتوك وخذ من الدنيا بلاغك وابقي فضول كسبك لآخرتك ولا ترفض الدنيا كل الرفض فتكون عيالا وعلى أعناق الرجال كلا وصم صوما يكسر شهوتك ولا تصم صوما يضر بصلاتك فإن الصلاة أفضل من الصوم وكن كالأب لليتيم وكالزوج للأرملة ولا تحاب القريب ولا تجالس السفيه ولا تخالط ذا الوجهين البتة ومن وصاياه لا تركا إلى الدنيا ولا تشغل قلبك بها فإنك لم تخلق لها وما خلق الله خلقا أهون عليه منها فإنه لم يجعل نعيمها ثوابا للمطيعين ولا بلاءها عقوبة للعاصين يا بني لا تضيع مالك وتصلح مال غيرك فإن مالك ما قدمت ومال غيرك ما تركت يا بني إنه من يرحم يرحم ومن يصمت يسلم ومن يقل الخير يغنم ومن يقل الباطل يأثم ومن لا يملك لسانه يندم زاحم العلماء بركبتيك وأنصط إليهم بأذنيك فإن القلب يحيا بنور العلماء كما تحيا الأرض الميتة بمطر السماء يا بني إن الناس قد تطاول عليهم ما يوعدون وهم إلى الآخرة سراعا يذهبون وإنك قد استدبرت الدنيا منذ كنت واستقبلت الآخرة وإن دارا تسير إليها أقرب من دار تخرج منها يا بني ليس غنا كصحة ولا نعيم كطيب نفس يا بني لا تجالس الفجار ولا تماشهم اتقي أن ينزل عليهم عذاب من السماء فيصيبك معهم إياك وصاحب السوق فإنه كالسيف المسلول يعجب منظره ويقبح أثره ولا يهنن عليك من قبح منظره ورث لباسه فإن الله تعالى إنما ينظر إلى القلوب ويجازي بالأعمال وقال لابنه أو لمولاه إن طول الجلوس على الخلاء يرفع الحرارة إلى الرأس ويورث لباسور ويتجمع له الكبد فاجلس هوينا وقم هوينا وقال لابنه يا بني إذا قعدت إلى ذي سلطان فليكن بينك وبينه مقعد رجل فلعله أن يأتيه من هو آثر عنده منك فيريد أن تنحى له عن مجلسك فيكون ذلك نقصا عليك وشينا ومن وصايا قس بن ساعده يوص بنه قال لا تشاور مشغولا وإن كان حازما ولا جائعا وإن كان فهما ولا مذعورا وإن كان ناصحا ولا مهموما وإن كان عاقلا فالهم يعقل العقل فلا يتولد منه رأي ولا تصدق به روية وقال أوس بن حارثة يوص بنه مالكا يا مالك المنية ولا الدنية والعتاب قبل العقاب والتجلد قبل التبلد واعلم أن القبر خير من الفقر وشر شارب المشتف وأقبح طاعم المقتف وذهاب البصر خير من كثير من النظر ومن كرم الكريم الدفاع عن الحريم ومن قل ذل ومن أمر فل وخير الغنى القناعة وشر الفقر الضراعة والدهر يومان فيوم لك ويوم عليك فإذا كان لك فلا تبطر وإذا كان عليك فاصبر فكلاهما سينحسر فإنما تعز من ترى ويعزك من لا ترى ولو كان الموت يشترى لسلم منه أهل الدنيا ولكن الناس فيه مستوون الشريف الأبلج واللئيم المعلهج وكيف بالسلامة لمن ليست له إقامة وشر من المصيبة سوء الخلف وكل مجموع إلى تلف وقال زرارة بن عدس يوصي بنيه وبني بنيه يا بني إنكم قد أصبحتم بيت تميم بل بيت مضر يا بني ما هجمت على قوم قط من العرب لا يعرفونني إلا أحلوني فإذا نسبوني ازددت عندهم شرفا وفي أعينهم عظما ولا وفدت إلى ملك إلا آثرني وشفعني فخذوا من أدبي واثبتوا عند أمري واحفظوا وصيتي إياكم أن تدخلوا علي في قبري حوبة أسب بها فوالله ما شاعتني نفسي قط على إتيان ريبة ولا عمل بفاحشة ولا ضمني وعاهرة سقف بيت قط ولا حسنت لي نفسي الغدرة منذ شدت يداي مئزري ولا فارقني جار على قلا ولا حملني هواي على أمر يعيبني في مضر يا بني إن القالة إليكم سريعة فاتقوا الله في الليل إذا أظلم وفي النهار إذا انتشر يكفكم ما أهمكم وإياكم وشرب الخمر فإنها مفسدة للعقول والأجساد ذهابة بالطريف والتلاد يا بني زوجوا النساء الأكفاء وإلا فانتظروا بهن القضاء يا بني قد أدركت سفيان بن مجاشع بن دار من شيخا كبيرا محجوبا فأخبرني أنه قد حان خروج نبي بمكة من مضر يقال له أحمد عليه السلام يدعو إلى عبادة الله فإن أدركتموه فاتبعوه تزدادوا بذلك شرفا إلى شرفكم وعزا إلى عزكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر